اهلا بحضراتك او اللي انت شافها من زاوية تانية اخيان انت يعني بتنكى جراح كتير ما معنى احنا اسمعنا للناس كويسين دلوقتي بتشوف حيات قدامنا انا 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 كان لي اسلوب معين في من يكون الواصف للمباريات نعم اللي هو اولا لابد ان يكون نجما كرويا مرموقا مش معنى اه لا مش مجرد داعب بس درجة اولى او حاجة بالشكل دا اه انا انا لما اقول هادي المباراة يقدمها الكابت المصطفى الناس عارفة مين الكابت المصطفى نعم وعارفة انه لما يقول وصفه تفصيلي هو مارس اللعبة اللي بيقولها دي ومرت عليه كل الوراقة دي ومرت عليه كل الحاجات اللي بيقولها وازبوط كان مين معلقين بقى محمود بدر الدين كان لاعب متميز طبعا لطيف حسين مدكور لاعب متميز علي زيور اداري ولاعب متميز مم الشربيني الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه عمود بكر الجويني الجويني عمليقة لانه لما يقولك الكرة اتلعبت كذا كان المفروض لانه هو مارسها لعبه كرة دي والدهل زميله في شكل فلاني وكتامها ازاي هو مارس طيب وريني كده نكمة من نجوم الكرة بيزيع حاليا كابتن واحد اللي كان بيزيع وبطل ما عرفش بطل ليه كابتن شوبير مين بعد كده؟ ما فيش حد انا بقيته يقول لفلاني يقدم وصف التفصيلي لهذا مين ده؟ تاريخه ايه؟ طيب معلوماته العامة ايه؟ يعني احنا مشاركين في دوري اه ابطال افريقيا دعم مش كده؟ اه طبعا دايب هات لأي معلق من دولة واسأله عن جغرافية ناميبيا مش بصاح نروح نلعب في ناميبيا مثلا ولا نلعب في زنبيا طب انا فتحنا كله اقول له ده من ضمن حكاية الناس اللي كان يجوني اقول له طيب انت هتلعب في مطولة افريقيا وقدر لك ان المباراة ما بين مصر وزنبيا يا ترى عاصمة زنبيا ايه؟ ايه ولا يعرف حاجة اه تعدادها كام؟ اه بساعدت فيه اين تقع؟ هذه معلومة للناس المشاهدين اللي بتفرقها لا 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 وبعدين انا كان شرط الاول وانا بقى رئيس لجنة اختيار المعلقين ان يكون من نجوم كرة القدر عشان لما اقول يقدم هذه المباراة مين الشربيني؟ الناس عرف مين الشربيني؟ اه طبعا اه مقتل كم تقدمها رطيف؟ الناس عرف مين؟ انما نقدمها علي براهيم مين علي براهيم؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ ومن هنا انا يعني انت شايف الاختيارات؟ يعني اضح خطوط حمرة كتيرة تحت المعلقين مش عايزك اكلم لا لا بشايف الاختيارات لكن انت شايف الاختيارات غير مناسبة وبعضين الصوت نازم خامة الصوت تكون كويسة الاداء لازم كويسة المعلومات العامة لازم تكون كويسة لابد كلها تتوفر فيه هذه المعاني كلها واولا وقبل كل شيء نجوميته الكروية عشان اقتنع نعم بالكلام اللي بيقول ما هو ما تجيب ليش استاذ في الجامعة وما واخدش الدختوراه هي الدختوراه بتاعت المعلق انه يكون لعيب كورة مرموق مش اي لعيب كمان طب هل في لعيبة لعيبة كورة دخلوا التعليق وانت اختبرت اه كتير اه كتير اه كتير وما اجبنيش اداءهم اه ومعلوماتهم ما اجبنيش يعني ما هو انت اضافة الى نجوميتك الكروية التي ايضا تكون ايه؟ في ثقافة كروية عندك طبعا طبعا انا كان الله مستيب الخير هو فين اللي من دولا؟ مي مش شربين؟ ده وعيش للراجل ده؟ فينه؟ ربنا يكملش فعل خير يا رب والله اذا كنت بتشوف ولا حاجة لا والله انا بسمع بس انه ما هو قاعد في اله بلغني انه هو مختصر وقاعد في اخر الدنيا كده على شاطئ البحر الابيض في القاعد في التابع حتة اه حتة جنب دمياتة بالزبط كده اه ربنا يكملش فعل خير يا رب اه لا لا كان رقيق وكان جميل وكان صوت هادي وما بيزعوا ليه هما بيزعوا ليه انا بقول لها حضرودك بقت حاجة مملة فانا الواحد لما بتفرج على ما تشاد دلوقتي بنقفلين الصوت لانه بيتكلم يقولك يا سلام زي ما انت حرج بطول الوقتي يا سلام لو هو عملها ببوش رجليه كده او استلامها ببطن رجليه يا اخي طيب كنت اعملها باصباعك الصغير انت ملعبتش كورة انت مش هتحس بالاحساس ده اللي كنت لعبته كورة عشان كده اختياراتك في اه بالنسبة للمعلقين خاصة نجوم الكورة ده في 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 موقعه صح كانوا بيجين معلقين من اول كلمة يقولها هولو متشكلين او من اول ما يقول كلمة هولو متشكلين مين المفروض يختار المعلقين المفروض اللي يختار المعلقين انا كنت شوف اللجنة اه اللي انا كنت برأسها كانت اللجنة تضم نقاد رياضيين وكانت تضم قدامى اللاعبين نحنا كنا حوالي خمسة او ستة نعم نقاد رياضيين ولاعبين قدامى اضافة الى اتنين من اساسة الصوت من كامير موزيعين حاجة عشان يقول لاجنة بقى لاجنة سبعة انما دلوقتي يطلع عمليا بس لا 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 لا